ايو هتنسى بعد الدرس على طول هتخش على موقع هتحل دوت كوم هتنزل تحت في وصف الفيديو هتلاقي لينك الامتحان اه ما انا عايزة تطمن عليك ان انت بتعرف تحل بايدك وهتنزل في التعليقات تحت تقولي جبت كام ايوة انا عايزة تفرج على الجمال ويلا بينا نبتدي الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا كل سنة وانت طيب كل سنة وانت طيبة الترم الاول خلص الحمد لله وطالما حضراتك موجود هنا معايا يبقى احنا مستعدين ندخل على الترم التاني درس النهاردة اسمه الكسور خلي بالك الدرس ده مش صعب هو بس طويل شوية فيه افكار كتير شوية فاحنا هنعمل ايه هناخد الدرس ده على فيديوهين الفيديو الاول اللي هو الفيديو ده هناخد فيه ايه ازاي جيلي سؤال بيقولي ضع في صورة عدد صحيح وكسر وازاي يقولي ضع في صورة كسر ويعني ايه فابسط صورة وازاي نعمل جمع وطرح للكسور سواء كانت المقامات متشابهة او المقامات مختلفة ده اللي احنا هناخده دلوقتي وبيظهر جنب كل جزء امتى بالضبط هيتعرض اثناء الفيديو اما بقى بالنسبة للفيديو اللي جاي هتيجي فيه اسئلة اكمل ما يلي وازاي نحل المسائل اللفظية وازاي نعمل مقارنة بين الكسور ونرتب تصاعدي وتنازلي ونتعلم ازاي نعمل تمثيل على خط الاعداد خلينا نبتدي باسم الله الرحمن الرحيم اصلا يعني ايه كسر اصلا بقى بص حبيبي فيه حاجة اسمها عدد صحيح ده بيتكتب كده لوحده تلاتة خمسة سبعة ده كده اسمه عدد صحيح وده دايما بيكون عدد كامل يعني مثلا سبعة الام يعني مثلا خمس كرسات تسع كور بتبقى حاجة كاملة انما الكسر ده حبيبي بيبقى جزء من الحاجة يعني مثلا لو انا كتبت واحد فوق واثنين تحت الواحد ده كنا بنسميه السنة اللي فاتت البست والاتنين اللي تحت بنسميها ايه المقام يبقى انا كده عندي اللي فوق اسمه بست واللي تحت اسمه المقام وخلي بالك كلمة بست أصغر من كلمة مقام وهنعرف ليه كلمة بست أصغر من كلمة المقام عشان ده الشكل الصحيح للكسر لازم الرقم اللي تحت هيكون هو الأكبر من الرقم اللي فوق طيب عايزين بقى دلوقتي نحل سؤال بيقول لي ضع في صورة عدد صحيح وكسر وجالي كسر زي كده سبعة اللي اتنين خلي بالك انت هنا فيه حاجة مش مظبوطة ان اللي تحت صغير ما ينفعش عيل عنده سنتين يشيل فوق راسه وعيل عنده سبع سنين طب احنا ميس هنعمل ايه دلوقتي هنعمل اسمة لان انت لما بتيجي تقرى الكسر بتقول سبعة اللي اتنين خلينا بقى نقسم سبعة اللي اتنين ايه ده ميس وانا لسه هقسم تاني لا 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 دي اسمة بسيطة هتعدي بسرعة يلا رقم مع رقم احنا دلوقتي بندور على السبعة اتنين في واحد باتنين لسه ما جناش اتنين في اتنين اربعة برضو لسه ما جناش اتنين في تلاتة بستة برضو لسه ما جناش للسبعة اتنين في اربعة بتمانية اه يا ميس ده احنا جينا وعدينا يعني احنا واقفين هنا السبعة ما بين الستة والتمانية طب يا ميس ابص تحت ولا بص فوق لا دايما راسك مرفوعة بص فوق دايما رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت هعمل عملية طرح سبع شيل ستة واحد كده انا عندي تلات ارقام مهمة التلاتة والاتنين والواحد اسمهم ايه يا ميس دول يلا ركز بقى معايا كده عشان نحفظ سوا عدد صحيح مقام بسط ايه يا ميس اللي بتقولي ده بقولك عدد صحيح مقام بسط يعني التلاتة اللي فوق دي هتكون عدد صحيح والاتنين هتكون مقام والواحد هيكون بسط عشان كده خلي في مقهك كلمة عدد صحيح مقام بسط عدد صحيح مقام بسط طب تعال نحط بقى كل حاجة مكانها العدد الصحيح بيتكتب لوحده والمفروض ان الكسر يتكتب على يمينه فانا هجر خط كده المقام بيتكتب تحت اتنين والبسط بيتكتب فوق واحد هو ده بالزبط اللي هو عايزه انك تخلي الكسر ده يتحول يبقى عدد صحيح وكسر خلينا نخش على اللي بعده 18 على 5 برضو ماينفعش عيل عنده 5 سنين يشيل شاب فوق راسه عنده 18 سنة فاحنا هنعمل ايه؟ هنقسم اللي جا الاول يتكتب تحت التنبه واللي جا التنبه يقف لوحده رقم مع رقم بس الواحد صغير بالنسبة للخمسة يبقى انا هاخد رقمين 5 في 1 بخمسة لسه ما جيناش للـ 18 5 في 2 عشرة لسه 5 في 3 خمستاشر لسه بس بنقرب 5 في 4 بعشرين الله ده احنا جينا يا ميس وعدينا يعني احنا واقفين هنا رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحته خلي بالك انا بكتب الصغير فوق الاول عشان بتنسوه هعمل عملية طرح 8 شيل 5 3 1 طبعا من 1 ايه صفر يلا الكلمة بتاعتنا عدد صحيح مقام بسط عدد صحيح مقام بسط يبقى انا كده عرفت كل واحد فيهم هيتكتب فيهم هاخد الثلاثة العدد الصحيح هتتكتب لوحدها هجر خط جنبها المقام الخمسة هيتكتب الاول والثلاثة البسط هتتكتب فوق كده انا خلصت طيب بص يا ماما بعد اذنك لما تلاقي في اي كتاب خارجي السؤال ده موجود بالشكل ده وبيقولك يلا كمل كل النقط دي حضرتك هتيجي تشتبي على الجزء ده كله لانه ما بيجيش في الامتحانات كده هيتفضله 9 على 7 يساوي نقط على 7 وهنا فيه واحد او حتى ممكن الواحد ده ما يكونش موجود وحضرتك قوليله يلا حلها مش لازم يحل كل اللي في النص ده يريد تشتبي عليه كده خلصنا السؤال الاول تعالى بقى ندخل على السؤال التاني ضع في صورة كسر هو هنا بقى المراضي بيديك العدد الصحيح والكسر وعايزك تخلهم له كسر اتصرف دي اول ما تشوفها تفتكر ايه افتكر ماما لما بتيجي تعمل العصير بتعمل ايه بتجيب الفكهة لوحدها وتجيب اللبن لوحده والسكر لوحده وتدخل كل ده في الخلاط يطلع لك عصير على بعضه احنا برضو هنعمل كده بالزبط كده كده العصير اللي هيطلع لك هو الفكهة اللي دخلت يعني ايه يعني ماما مش هتدخل فراولة هيطلع لك موز لا يمكن هيطلع لك عصير فراولة يعني معنى كده ان المقام بتاعي هيفضل زي ما هو فانا هاخد التمانية زي ما هي اكتبها تحت وبعدين يا ميس اضرب بقى في الخلاط وبعدين بقى زود السكر يعني يا ميس يعني هتضرب وتجمعها هتاخد التمانية تضربها في الخمسة وبعدين تطلع الناتج في دماغك وتجمع عليها التلاتة يلا بينا تمانية في خمسة اربعين يا ميس وكمان هتزود عليها تلاتة اه يا ميس بعد الاربعين واحد واربعين اتنين واربعين تلاتة واربعين يا ميس بس هو ده اللي انا عايزاه في البسط تلاتة واربعين تاني المقام دايما بينزل زي ما هو دايما اضرب في الخلاط تزود سكر يلا بينا تمانية في خمسة اربعين وكمان تلاتة تلاتة واربعين تعال ناخد الجاية 6 و 3 اربع عايزين نحولها الكسر يلا المقام هينزل زي ما هو الاربعة هتضرب في الخلاط وتزود سكر 4 في 6 24 وهنزود لها 3 بعد الاربعة و 20 25 26 27 يبقى 27 على الاربعة تعال ناخد واحدة كمان 12 و 2 على 5 طيب انا كده كده يا ميس بنزل المقام زي ما هو وبعدين اضرب في الخلاط و ازود سكر بص يا ميس انت عايزيني اضرب 5 في 12 صح؟ ايوه بس انا مش حافظها ميس مش مشكلة تعال على جنب اضربها بالطول 12 في 5 2 في 5 ب 10 و معي الواحد 1 في 5 ب 5 و 1 في 6 يبقى انا كده في مخي فيه 60 قبل ما ازود السكر و انا واحدة من الناس تحب السكر يعني زود سكر زي ما انت عايز فبعد الستين هزود اللي اتنين واحد وستين اتنين وستين يبقى انا هكتب اتنين وستين على خمسة طيب لما تلاقي في اي كتاب خارجي السؤال جايلك كده امسح كل ده ويسيب اخر جزء بس يعني كأنه بيقول لك الستة وتمن دول لما يدخلوا في الخلاط هيبقوا كامعة تمانية والله كتر خيره من الزل التمانية زي ما هو اضرب في الخلاط وزود سكر تمانية في ستة تمانية واربعين وكمان واحد تسعة واربعين وكده يبقى خلصنا السؤال التاني بس انا عايزك تعرف حاجة مهمة خلي بالك الواحد الصحيح يعني الواحد الكامل رغيف مثلا كامل ده معناه كسور كتير قوي يعني مثلا الواحد ده انا لو اتزنقت وعايزا يبقى كسر حاجة على حاجة لازم تبقى الحاجة اللي فوق شبه الحاجة اللي تحت يعني مثلا الواحد ده ممكن يبقى واحد على واحد او اتنين على اتنين او تلاتة على تلاتة او اربعة على اربعة خط بالك حاجة على نفس الحاجة خمسة على خمسة مثلا ستة على ستة سبعة على سبعة تمانية على تمانية تسعة على تسعة عشرة على عشرة المهم إن الحاجة اللي فوق تبقى شبه الحاجة اللي تحت تمام كده؟ طب ميس سعاد بيقوللي في أبسط صورة يعني إيه في أبسط صورة يا ميس؟ أنا مش عارف بص حبيبي لو ليك واحد صاحبك معك في الفصل وصاحبك ده وقع على إيده فإيده تكسرت والمشكلة إنه هو مش هيعرف يكتب بيها فقالك ممكن لما تروح البيت تصورلي الحاجات اللي انت كتبتها وتبعتها لي على الواطس فانت قلت له مفيش مشكلة أنا كده كده مش هتعب أنا كده كده بنقل لنفسي بس انت مش واخد بالك إن انت بتعمل حاجة كويسة وبتقلله الوقت اللي هيعد تاني ينقل فيه ويقطع نفسه وقصة مش هيعرف يكتب انت كده بتبسط له الأمور بتسهل هاله بتصغر له المجهود اللي هيعمله وده عشان إيه؟ عشان انت معاه في نفس الفصل ويقلله المجهود بتاعه يكون معاه في نفس الفصل خلينا نشوف بقى خمسة على خمسة واربعين انت عايزها في أبسط صورة يعني عايزها تصغر عايز الأرقام دي تصغر بس بشرط ان الرقمين دول يكونوا مع بعض في نفس الفصل يعني في نفس الجدول طب هي الخمسة مع الخمسة واربعين في جدول ايه؟ اه يا ميس والله ده الخمسة والخمسة واربعين مع بعض في جدول الخمسة حلو مش انت هتقلله الوقت وهتسهله الأمور يعني هتصغر له الأرقام معنى كده ان انت هتقسم هتقسم فوق وتحت على نفس الفصل قصدي على نفس الجدول يبقى انا هقسم فوق على خمسة وتحت هعمل نفس الكلام هقسم برضو على خمسة كده فوق عملية لوحدها خمسة على خمسة واحد طب خمسة واربعين على خمسة تسعة يبقى انا كده خليت ان الخمسة على خمسة واربعين تصغر وتقل وتكون في أبسط صورة فبقت واحد على التسعة عرفت يعني ايه في أبسط صورة؟ ان الأرقام تصغر وتقل بس بشرط يكونوا مع بعض في نفس الجدول يعني في نفس الفصل خلينا نشوف اللي جاي ستة على الاربعتاشر اسألهم هو انتوا في فصل مع بعض واحد؟ في جدول بيجمعكم؟ آه يا ميس ده الستة موجودة في جدول اللي اتنين هي واللي اربعتاشر حلو اقسم فوق على الاتنين واللي تعمله فوق تعمله تحت هو هو على الاتنين ستة على الاتنين فوق هتدينا تلاتة واربعتاشر على الاتنين تحت هتدينا سبعة ويبقى انا كده خلصت عرفت يعني ايه في أبسط صورة؟ دلوقتي بقى هنيجي الحاجة مهمة جدا ازاي نعمل جمع وطرح للكسور؟ اول حاجة عندي لو المقامات اللي تحت كلها شبه بعض خلينا نشوف اوجد ناتج ما يلي خمسة على التسعة زائد تلاتة على التسعة زائد أربعة على التسعة خليك فاكر دايما ان المقام اللي تحت ده هو أساس العمارة انا ماينفعش اغير أساس العمارة آه ممكن اغير لون العمارة ممكن اغير شوية حاجات في الشؤاء ان انا ماينفعش اغير الأساسات اللي تحت فاحنا هنعمل ايه؟ هننزل الأساسات زي ما هي مش كلها تسعات نزلها زي ما هي وقوعة تجمع تحت احنا بنجمع فوق ونطرح فوق الأساس بتاع العمارة ما بجيش جنبه تسعة زي ما هو طب يا ميس أمال انا هجمع امتى؟ هجمع بقى الأرقام اللي فوق خمسة زائد تلاتة تمانية وكمان معنا اللي اربعة يبقوا كده اتناشر يعني اللي انا وصلت له دلوقتي اتناشر عالتسعة طيب اعمل ايه يا ميس بقى بعد كده؟ بص حبيبي اي كسر تطلعه بتسأله سؤالين؟ هي الأرقام دي ينفع يلعبه مع بعض؟ يعني ايه ميس يلعبه مع بعض؟ يعني ينفع ايه اللي عنده تسع سنين يشيل فوق راسه ولد عنده اتناشر سنة؟ لا يا ميس ماينفعش يبقى ما تنفعش اللعبة دي صح؟ احنا بقى عايزينها تنفع فاحنا هنعمل ايه؟ هنقسمها هنقول اتناشر عالتسعة التسعة في واحد بتسعة لسه ميس ما جناش للاتناشر طب تسعة في اتنين تمنتاشر يمين يبقى احنا جينا وعدينا يعني معنى كده ان الاتناشر موجودة هنا ودايما هتبص فوق السهم رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت هعمال عملية طرف بعد التسعة، عشر، احداشر، اتناشر يبقى كده تلاتة وهكتب عدد صحيح مقام بسط عدد صحيح مقام بسط يبقى انا كده هحط الواحد عدد صحيح والمقام تسعة والبس تلاتة طب يا ميس أمال تاني سؤال ايه؟ هو انتوا مع بعض فنفس الفصل؟ يعني فنفس الجدول؟ تعال نشوف هو الثلاتة والتسعة مع بعض فنفس الفصل في نفس الجدول؟ ايوة ميس في جدول الثلاتة يبقى أنا هقسم فوق على الثلاثة وتحت على الثلاثة ثلاثة على الثلاثة فيها الواحد تسعة على الثلاثة فيها الثلاثة أمال الواحد ده يا ميس العدد الصحيح هنعمل فيه إيه؟ هننزله زي ما هو إحنا ينقسم فوق ينقسم تحت النمى الواحد ده واخد المساحة كلها ينزل زي ما هو يبقى وإنت بتجمع أو بتطرح أي كسر توصله وشايف إن ده آخر كلام؟ هنسأله سؤالين ينفع تلعبه مع بعض؟ عيل عنده كم سنة يشيل فوق راسه عيل عنده كم سنة ينفع ولا لأ؟ لو ينفع خلاص بنخش على السؤال الثاني ما ينفعش بنقسمها طب إيه السؤال الثاني ده يا ميس؟ هو أنتوا مع بعض في نفس الفصل؟ يعني إحنا ينفع نختصر ولا لأ؟ خلينا بقى نشوف مسألة تانية مسألة جات لك كده الأولاني كسر الله ينور الثاني كسر الله ينور الثالث يا ميس واحد بس ده مش كسر يا ميس حلو جدا يعني أنت دلوقتي كأنك عايز تشيل الواحد ده وتخليه حاجة على حاجة صح؟ أيوة ميس مش إحنا لسه قيلين من شوية أن الواحد ممكن تشيله وتخليه أي حاجة على نفسها فوق وتحت نفس الرقم؟ أيوة ميس طب ما نثبت الأساس اللي تحت عشان نعرف نجمعه يعني يا ميس عايزاني أخلي تحت خمسة زيهم؟ طبعا عشان يبقوا شبه بعض آه يا ميس ده لازم نفس الحاجة آه طالما حطيت خمسة تحت يبقى لازم تحط خمسة فوق يبقى أنت شطبت على واحد كده وخليته خمسة على خمسة كده الحمد لله كلهم شبه بعض ثبت لي بقى المقام من تحت خمسة وتعالى نجمع الحاجات اللي فوق مع بعضه ثلاثة وستة مع بعض الوحدهم كام؟ تسعة ميس وكمان خمسة يبقوا كام؟ أربعتاشر ميس يبقى أربعتاشر على خمسة كده أنا خلصت جمع طب أنا دلوقتي عايز أسأل الكسر بتاعي سؤالين ينفع تلعبه مع بعض؟ ينفع عيل عنده خمس سنين يشيل فوق راسه أربعتاشر سنة؟ لا يميس ما ينفعش يبقى أحنا هنقسم وندور على الاربعتاشر خمسة في واحد بخمسة لسه خمسة في اتنين عشرة لسه خمسة في تلاتة خمستاشر ده احنا جينا وعدينا يعني احنا فوق رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحته هعمل عملية طرح اربعتاشر ناقص عشرة اربعة وهنكتب عدد صحيح مقام بسط يبقى انا هحط العدد الصحيح اتنين والمقام خمسة والبسطة اربعة نخش بقى السؤال التاني هو انتوا في نفس الجدول يا اربعة وخمسة انتوا ياللي فوق بعض في نفس الجدول لا والله يا ميس ما فيش جدول ادانا اربعة وفي نفس الوقت ادانا خمسة يبقى معنى كده ان انا ما ينفعش اقسم فوق وتحت يبقى انا كده خلصت طب ما نقسم على الواحد اميس ما حبيب قلبي لو قسمت على الواحد هتطلع لنفس الارقام يبقى انا استفدت ايه طيب فريدي بقى يا ميس اساسات العمارة مش هي هي ما نقدرش بقى نقول هننزلها زي ما هي عندك حق تعال نشوف اللي جاية واحد على الثلاثة زائد خمسة على الستة اه هنا بقى يا ميس هنكتف في المقام ايه ثلاثة ولا ستة بص حبيبي المقامات هنا عندك مش شبه بعض مختلفين صح؟ طب ممكن تيجي على جنب كده وتقول لي هم مين المقامات اللي عندك؟ ثلاثة وستة يا ميس حلوة قوي هتسأل نفسك سؤال واحد هو ينفع الصغير يروح للكبير ولا مش هيعرف الطريق؟ يعني ايه ميس؟ يعني ينفع الثلاثة توصل للستة؟ يعني مثلا تنضرب في حاجة توصلها لانها تبقى ستة ولا ما ينفعش؟ ايوة يا ميس ينفع الثلاثة تبقى ستة امتى الثلاثة تبقى ستة؟ لما تنضرب في اتنين يا ميس حلوة قوي الكلام ده يعني معنى كده ان الثلاثة تقدر توصل للستة لما تنضرب في اتنين ايوة يا ميس جميل جدا فانا هاجي بقى للثلاثة وهضربها فعلا في اتنين عشان تبقى شبه الستة فهتيجي هنا تضرب في اتنين بس ما ينفعش تعمل حاجة تحت بس اللي تعمله تحت تعمله فوق فانت زي ما هنا ضربت في اتنين تحت هتضرب في اتنين فوق معنى كده يا ميس ان الثلاثة مش هتفضل ثلاثة ولا الواحد هيفضل واحد برافو لان الثلاثة لما تنضرب في اتنين هتبقى ستة والواحد لما ينضرب في اتنين هيبقى تنين فالواحد على الثلاثة دي اختفت خالص ودلوقتي هنشتغل بالكسر الجديد اللي هو اتنين على الستة الزائد زائد والخمسة على الستة كده كده هتنزل زي ما هي لان الستة الكبيرة ما تقصرتش دي التلاتة هي اللي راحت للستة كده بقت المقامات شبه بعضها تاني حبيبي لما تلاقي المقامات مختلفة تعالى على جنبه وكتبهم لي هتكتب لي المقامات اللي هي تحت وتسأل هو ينفع الصغير يروح للكبير لو ينفع شوف الطريق اللي هيروحه ينضرب في كام واللي تعمله تحت فيه تعمله فوق والكبير ما تمدش ايدك عليه كده ممكن بقى نجمع هننزل الستة زي ما هي واثنين زائد خمسة سبعة طب ميسمع ليش هاسأل سؤال هو احنا ليه ما نجمعش اللي فوق مع بعضهم واللي تحت مع بعضهم يبقى واحد وخمسة ستة وتلاتة وستة تسعة ما ينفعش حبيبي تجمع ولا تطرح ولا تيجي جنب الكسر إلا والمقامات اللي تحت الأساسات اللي عندك شبه بعضها عشان كده تفضل تفرق في المسألة لحد ما تخليهم كلهم شبه بعض من تحت طب انا ميس كده خلصت ولا ايه ايه ما احنا لسه متفقين الكسر اللي توصله تسأله سؤالين ايه هم هو انتو ينفع تلعبه مع بعض يعني ينفع ست سنين يشيل سبع سنين فوق راسه لا يميس ما ينفعش خلاص اميس انا هقسم استنى بقى قبل ما تقسم خلينا اقولك سر صغير هو الفرق بينهم سنين كتيرة ولا سنين قليلة لا يميس ده الفرق ما بينهم صغير قوي حلوة قوي نزل الستة زي ما هي واكتب واحد في العدد الصحيح الكلام ده بتعمله امتا لو الفرق بينهم سنة سنتين تلت سنين في الحدود دي طب وبعدين يا ميس يبقى انا كده عندي ستة وعندي واحد وده بيفكرك بالخلاط صح انت كده ضربت ستة في واحد بستة فاضل لك كم معلقة سكر تزودها عشان تدينا السبعة ستة في واحد بستة يا ميس فاضل لي معلقة سكر واحدة يبقى انا هكتب واحد فوق تعالى نتأكد الستة في واحد بستة وواحد سبعة يعني كأنها سبعة على ستة يبقى هي هي تاني حبيبي لو لقيت الولاد اللي بيلعبوا الفرق ما بينهم سنة سنتين تلاتة كده حطوا واحد في العدد الصحيح ونزل المقام زي ما هو واضرب اه والله يستة في واحد بستة فاضل لك كام عشان توصل للسبعة فاضل لك واحد طب انا كده سألت السؤال الاولاني تعالى ندخل في السؤال التاني هو انتوا مع بعض في نفس الفصل يعني الواحد والستة مع بعض في نفس الفصل ولا لأ لا يا ميس مش مع بعض خلاص انا مش هقسم خلي بالك انت بتسأل السؤال التاني لاخر حاجة وصلتلها مش ترجع تاني للسبعة الستة خلينا نشوف مسألة تانية هتبين اكتر ايه دا ميس دولزادو قوي لا 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 مايهمكش خلينا نشوف بس هو احنا اصلا هينفع نجمع ونطرح بالشكل دا ولا لا لا يا ميس دا المقامات اللي تحت كل واحدة فيهم في حتة جميل اوقف كده على جنبه واكتبهم لي اربعة وتلاتة واثناشر اميس طيب هو ينفع الصغيرين يروحوا للكبير يتضربوا في حاجة مثلا يوصلوا للكبير اللي هو الاثناشر تعالى نسأل واحدة واحدة يا اربعة ينفع تلضرب في حاجة توصلي للاثناشر ايوة انا ينفع ألضرب في تلاتة طيب يا تلاتة ينفع تلضرب في حاجة توصلي للاثناشر اه انا ممكن ألضرب في اربعة حلو يعني معنى كده ان كلهم راضيين انه هما يوصلوا للاثناشر تمام كده طيب نمسك واحدة واحدة اربعة انت قلت ان انت موافقة توصلي للاثناشر ايوة لما تضرب في كام في 3 تحت بس ولا تحت وفوق لا تحت وفوق يبقى انا هضرب في 3 تحت وهضرب في 3 فوق اما للتلاتة في 3 اللي فوق هتبقى كام 9 ميس بس يبقى احنا كده خلصنا الحتة الاولانية وكاتبين الزائد تعالي بقى للتلاتة المقام يا تلاتة انت رضيت ان انت تكون 12 يعني رضيت انك تضرب في 4 ايوة رضيت تحت بس لا تحت وفوق يبقى انا هضرب فوق فربعة 1 فربعة بربعة كده خلصنا الجزء التاني طب تعالي للجزء التالي ايه ده ميس ده 12 زي ما هي يعني مش هتتأثر هي في مكانها وهم اللي رايحين لها فمعنى كده انها هتنزل زي ما هي وطالما نزلت المقام اللي تحت زي ما هو هتنزل البسط زي ما هو 15 خلي بالك بقى هنا في كذا طريقة تحل بيها الحتة دي انا اقول لك طريقة بس كل الطرق صحة ايه يا الطريقة بقى انا بحب العصير اكتر من الفكهة فهندخل كل الحاجات اللي عايزة تدخل في الخلاط دي ونخليها كسر حاجة على حاجة فهنيل الأولانية هننزل الـ 12 زي ما هي هنضرب في الخلاط ونزود سكر 12 في 3 36 لو انت عارفها اصلا 36 خلاص مش عارفها اقف على جنب اضرب بالطول هات الـ 36 وزود عليها 9 معالق سكر ممكن تجمع بالطول وممكن تجمع في دماغك بعد الـ 36 تسعة هتوصل لحد الـ 45 والزائد زائد تعال اندخل في الخلاط اللي 12 هتنزل زي ما هي هنضرب في 1 ونزود 4 معالق سكر 12 في 1 بـ 12 و4 معالق سكر 16 والناقص ناقص هنا ده ميس عصير اصلا مش هيحتاج انه يدخل في الخلاط خلاص ينزل زي ما هو هننزل المقام اللي 12 زي ما هو وبعدين هنجمع وبعدين نطرح 45 و16 5 و6 11 واحد ومعايا الواحد 1 و4 و1 و6 طب انا ميس كده جماعت لسه هطرح يا ميس 15 حلو تعال تحتها زي ما انت ناقص 15 الواحد هيبقى 11 وال6 هتبقى 5 بعد الخمسة 6 7 8 9 10 11 يبقى انا كده هكتب 6 5 شيل واحد اربعة يبقى انا بعد ما جمعت وطرحت وصلت للستة واربعين على الاثناشر هتعمل فيهم كم حاجة حاجتين ينفع تلعبه ولد عنده 12 سنة يشيل فوق راسه راجل عنده 46 سنة لا ما ينفعش يا ميس يبقى احنا هنقسم 12 في 1 12 لسه ما جناش للستة واربعين 12 في 2 2 في 2 باربع و1 في 2 باربع و1 في 2 باربعين لسه ميس 12 في 3 2 في 3 ب6 و1 في 3 ب3 لسه ميس 12 في 4 2 في 4 ب8 و1 في 4 ب4 اللهم يس ده انا عايز الستة واربعين ده احنا جينا وعدينا يعني احنا وقفين هنا رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت وهعمل عملية طرح 6 ناقص 6 صفر 4 ناقص 3 واحد يبقى انا كده وصلت للعشرة عدد صحيح مقام بسط هكتب العدد الصحيح والمقام تحت 12 والبسط فوق 10 كده خلصت اول سؤال تاني سؤال هو انتم مع بعض في نفس الجدول العشرة والتنشر مع بعض في نفس الفصل ايوة ميس على الاتنين يبقى انا هقسم فوق على الاتنين وتحت على الاتنين 10 على الاتنين فيها الخمسة 12 على الاتنين فيها الستة وايوة تنسى ان العدد الصحيح بينزل زي ما هو عشان انت لو نسيته للأسف هتتحسب لك غلط كده خلصنا انا عارفة انها طويلة شوية بس مع التدريب واحدة واحدة هتحلها الاهم عندي انك تعرف تحل المسألة اللي فوق اللي قبل دي تمام كده؟ طي تعال بقى نشوف المسألة الجاية فكرة بس مختلفة حيلك عدد لوحده مع عدد وكسر هتعمل ايه؟ انا كان نفسي يا ميس العدد دي يكون كسر حاجة على حاجة حلوة اوي تعال بقى اقولك هتعمل ايه؟ اي عدد صحيح تلاقي واقف لوحده من غير كسر ولا اي حاجة زي الخمسة وعشرين كده جر خط من تحت منه وحط واحد فبقت خمسة وعشرين على واحد الله طب يا ميس لو ستاشر حط على واحد الله طب لو سبعة حط على واحد اي عدد صحيح يديقك حط تحت منه واحد طب يا ميس هي كده بقت خمسة وعشرين على واحد بقت كسر بس اللي جنبها مش كسر طب ما اتدخلها في الخلاط كده عشان تطلع عصير المقام هينزل زي ما هو اضرب وزود سكر يبقى كده خمسة في سبعة خمسة وثلاثين وتلاتة اه والله ده بعد الخمسة وثلاثين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين تمانية وثلاثين يا ميس حلوة اوي كده بقى ده كسر وده كسر بس المقامات مختلفة يا ميس انتي قلتين لي ما تجيش جنبهم ومقاماتهم مختلفة حلو تعالي على جنب كده وقول لي فين هما المقامات المختلفة الواحد والخمسة يا ميس اسأل الصغير كده تعرف تروح للكبير ولا ما تعرفش الواحد ممكن يروح للخمسة يا ميس لما ينضرب في خمسة حلوة اوي يعني الواحد موافق ينضرب في خمسة عشان يوصل لخمسة بس تحت بس ولا تحت وفوق تحت وفوق يا ميس حلو اضرب كمان فوق في خمسة بقىنا كده محتاجين نضرب خمسة وعشرين في خمسة طيب خمسة في خمسة خمسة وعشرين خمسة ومعنا اللي اتنين اتنين في خمسة بعشرة واتنين اتناشر كده بقت 125 على 5 والناقص ناقص والكسر الثاني زي ما هو محدش جا جنبه نزل بقى المقام زي ما هو وتعالى نطرح الحاجات اللي فوق 125 ناقص 38 5 ناقص 8 ما تنفعش هنخلي الخمسة 15 واللي اتنين هنخليها واحد بعد التمانية 19 11 12 13 14 15 يعني 7 1 ناقص 3 ما ينفعش هنخلي الواحد 11 والواحد اللي جنبه 0 بعد التلاتة 4 5 6 7 8 9 10 11 8 والصفر هينزل كده بقت 87 تتكتب فوق تعالى نسألها سؤالين ينفع تلعبه مع بعض ينفع أي اللي عنده 5 سنين يشيل فوق راسه جده اللي عنده 87 سنة لا يبقى احنا هنقسم 87 على الخمسة رقم مع رقم 5 في 1 بخمسة لسه 5 في 2 بعشرة ده احنا جينا وعدينا رقم صغير ورقم كبير الصغير فوق والكبير تحت هعمل عملية طرح 8 شل 5 5 ثلاثة هنزل اللي عليه الدور 37 يبقى انا هكمل بقى 5 في 3 خمستاشر 5 في 4 بعشرين 5 في 5 خمسة وعشرين لسه 5 في 6 بتلاتين 5 في 7 خمسة وثلاتين 5 في 8 40 يبقى احنا جينا وعدينا رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق والكبير يتكتب تحت هعمل عملية طرح 7 شل 5 ثلاثة وما فيش ارقام تانية تنزل يبقى ده كده عدد صحيح مقام بسط يبقى انا هكتب السبعتاشر هنا والخمسة تحت واللي اتنين فوق طب السؤال التاني هو انتو مع بعض في نفس الجدول يعني في نفس الفصل لا يا ميس الاتنين والخمسة مش مع بعض في اي جدول يبقى انا كده خلصت انا بجري وانا بقسم عشان انت عارف الاسم من قبل كده المسألة تبان طويلة وتبان هتاخد وقت طويل بس مع الحل والتكرار هتاخد منك وقت اقل مش عايزك تخاف منها انا عايزك تدوس في المسائل ولا يهمك قعد زي ما تقعد في الوقت مش مشكلة المهم انك تطلع الناتج صح وما تنساش السؤالين اللي احنا بنسألهم في الآخر واوعى تسأل سؤال وتجري لازم بعد ما تسأل السؤال وتخلصه خالص تسأل السؤال اللي بعده طب فريدي بقى يا ميس ان المقامات طلعت مختلفة وما حدش فيهم عارف يروح للتاني اه فهمتك اصدق زي المسألة دي ان المقامات اللي تحت 3 و 4 وانا لما جيت كتبتهم على جنب كتبت 3 و 4 فالتلاتة هتقول للاربعة بقولك يا انا مش عارف اجيلك والاربعة هتقول للتلاتة وانا كمان مش عارف اجيلك هعلمك بقى انا حاجة صغيرة لما تلاقي الصغير مش عارف يروح للكبير ولا الكبير عارف يروح للصغير اضرب كل واحد فيهم في التاني فانت هتمسك التلاتة هتضربها في اربعة تحت وفوق وهتمسك الاربعة تضربها في التلاتة تحت وفوق امتا بنعمل كده لما تلاقي الصغير مش عارف يتضرب في حاجة عشان يوصل للكبير فهتمسك كل واحد فيهم تضربه في التاني فهاجي عند المقام تلاتة وهضرب في اربعة تحت وفوق وهاجي عند المقام اربعة وهضرب في تلاتة تحت وفوق اتنين في اربعة بتمانية وتلاتة في اربعة باثناشر والزائد زائد تلاتة في تلاتة بتسعة واربعة في تلاتة باثناشر كده الحمد لله المقامات شبه بعضها اقدر بقى اجمع برحتي اللي 12 هتنزل زي ما هي مش هاجي جنبها 8 زائد 9 17 كده انا خلصت الجمع هتسأل سؤالين ينفع تلعبه مع بعض ماينفعش حد عنده 12 سنة يشيل 17 سنة تعال بقى نقسم 12 في 1 ب 12 لسه 12 في 2 2 في 2 ب 4 و 1 في 2 ب 2 ده احنا يمس جينا وعدينا يبقى احنا وقفين هنا هبص فوق دايما راسك مرفوعة فوق دايما رقم صغير ورقم كبير الصغير يتكتب فوق وكبير يتكتب تحته هعمل عملية طرح هتطلع لي 5 كده عدد صحيح مقام بسط كل واحدة فيهم هتتكتب في مكانها السؤال التاني انتو مع بعض في نفس الجدول يعني الخمسة وال12 مع بعض في نفس الجدول لا يمس مش مع بعض خلاص يبقى هي دي النهاية تعال ناخد واحدة كمان كده نتك عليها شوي جات لي مسألة زي كده والمقامات فيهم مختلفة تعال بقى نكتبهم على جنب خمسة واثنين ينفع يا اتنين يا صغيرة توصلي للخمسة لا يمس مش هعرف اتضرب في حاجة تدينا خمسة حلوة قوي نضرب كل رقم في التاني هنا عندي اول حاجة خمسة هتنضرب في اتنين اللي هي سحبتها تحت وفوق واللاتنين هتتضرب في الخمسة تحت وفوق يبقى انا كده عندي اربعة في اتنين بتمانية والخمسة في اتنين بعشرة والزائد زائد واحد في خمسة بخمسة واللي اتنين في خمسة بعشرة الحمد لله كده المقامات شبه بعضها هنزلها زي ما هي اوعى تجمعهم اللي بتجمع بتجمع فوق تمانية وخمسة تلاتاشر تعالى نسألهم السؤالين ينفع تلعبه مع بعض حد عنده عشر سنين يشيل فوق راسه تلاتاشر سنة لا بس ساميس انت قلتلي ان لما تلاقيها قريبة اكتب المقام زي ما هو واكتب واحد جنبه وشوف العصير ده طلع ازاي احنا جبنا الفكهة العشرة ضربناها في الواحد عشرة فاضل لك كم علاقة سكر بعد العشرة ياميس حداشر بطلع بقى انا على ايدي حداشر اتناشر تلات تلاتة ياميس يبقى انا هكتب التلاتة فوق طيب السؤال التاني هما انتم موجودين مع بعض في نفس الجدول التلاتة اللي فوق والعشرة اللي تحت لا يا ميس يبقى انا كده خلصت وبكده الجزء الاول من الكسور يبقى خلص اشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي اللي بيظهر دلوقتي نستنية منكم قرأكم في التعليقات وبكده يبقى خلص الدرس طميني عليك اوعى تنسى هتخش على اللينك اللي تحت الفيديو وهتحل الامتحال وتطميني عن درجة بتاعتك ولايكاتك بقى وحركاتك واشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة